هذه هي قرية بودي على الحدود العراقية التركية وهذا هو كمان رمضان الوحيد الباقي مع عائلته في القرية التي تتعرض لعدوان شبهي يومي من قبل طائرات النظام التركي قرابة 250 عائلة من سكان القرية تركوا منازلهم بعد تضررها الشديد جراء القصف والضربات الجوية التي ينفذها النظام التركي لا نملك بيتا في المدينة وإيجارات البيوت مرتفعة جدا وليس بمقدورنا استئجار منزل شوارع القرية باتت خالية من سكانها كما مدارسها التي انتشر في صفوفها الزجاج المكسور والمقاعد المحطمة المنطقة كانت وعلى مر السنين هدفا لهجمات عديدة ينفذها النظام التركي ودائما ما كان ضحية هذا العدوان التركي هم المدنيون سكان قرية بودي ليس وحدهم المتضررين من قصف النظام التركي فهناك قرى أخرى هجرها أهلها باحثين عن أمان افتقدوه في منازلهم في ذري صمت من قبل الحكومة العراقية على العدوان التركي المستمر